تتواصل معاناة سكان وادي سنة الذي يسكنه أكثر من 300 نسمة معظمهم من البدو الرحل الذين يعانون من انعدام الخدمات الأساسية والضرورية فمعظم السكان هنا يشكون غياب الجهات الرسمية عن مطالبهم في توفير مكومات الحياة حيث تتفاقم معاناة المواطنين في وادي سنة بمحافظة حضر موت يوما بعد آخر نتيجة لغياب الجهات الحكومية والمنظمات الإغاثية والإنسانية عنهم أدت لتدهور الوضع المعيشي في الوادي فالمواطنون هنا يعتمدون على رعي الأغنام التي يجنون من عملية بيعها في المدن القليلة من الأموال تعينهم على توفير بعض أساسيات الحياة من أرز وتقيق يسدون به جوع أولادهم وما تقدمه لهم المنظمات الإنسانية من معونات فقد دشنت مؤخرا هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة الشتاء لغاثة أهالي وادي سنة لتقديم المعونات الغذائية والخيام والملابس الشتوية لتخفيف معاناة المواطنين نظرا لتدهور الأوضاع المعيشية والصحية والاقتصادية التي تشهدها البلاد دشنت أول أيام حملة الشتاء لغاثة أهالي وادي سنة باستهداف سكان وادي وهي عبارة عن حلال متفرقة في وادي سنة طبعا الصور هي تحكي معاناة السكان المحليين القاطني بالوادي طبعا معاناة لا يمكن أحد يتصورها من أبسط مقاومات الحياة لوجود المياه لوجود الكهرباء لوجود المستشفيات لوجود التعليم فقد تم من خلال هذه الحملة النزول الميداني لفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضر موت لتفقد أحوار سكان وادي سنة وجاءت هذه الحملة لتخفيف معاناة المواطنين في الوادي وهم في انتظار تدخل الجهات الرسمية والحكومية حدد مسعد قناة بلجيس حضر موت